موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أقاتكم مشاهدين الكرام وأهلاً وسهلاً بكم إلى حديث الصحافة لهذا اليوم والبداية من وكلة رويترز للأنباء التي نشرت بياناً لرئيس الوزراء التركي يقدم فيه تعازيه لأحفاد الأرمن الذين قتلوا في الحرب العالمية الأولى على أيدي الجنود العثمانيين جاء فيه في بيان صدر قبل يوم واحد من حلول الذكرى التاسعة والتسعين لسقوط القتل الأرمن وصف أردغان الأحداث التي وقت عام 1915 بأنها غير إنسانية مستخدمة نغمة تصالحية أكثر من تلك التي يستخدمها زعماء الأتراك عادة وقال مسؤولنا في الحكومة التركية إن هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها رئيس وزراء تركي مثل هذا العزاء الصريح ووصف البيان بأنه خطوة تاريخية لكن جماعة مدافعة عن الأرمن مقرها الولايات المتحدة رفضت كلام أردغان ووصفته بأنه حيلة وهناك جدل كبير حول حقيقة ما حدث خلال المعارك التي بدأت عام 1915 وتسببت هذه المسألة في توتر العلاقات بين تركيا وأرمينيا الجمهورية السوفيتية السابقة وتقر تركيا بمقتل كثير من الأرمن في الاشتباكات لكنها تنفي أن ما يصل إلى واحد ونصف مليون شخص لقوحت فهم وأن هذا يشكل جريمة إبادة جماعية وهو تعبير يستخدمه كثير من المؤرخين الغربيين والبرلمانات الأجنبية وعلى سبيل المثال أصدرت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي في الشهر الجاري قررا وصفت فيه مذابح الأرمن بأنها إبادة جماعية وصدر بيان أردغان يوم أمس على غير المعتاد بالتسع لغات من بينها اللغة الأرمنية وكرر فيه الدعوة إلى الحوار بين الجرتين وتشكيل لجنة تاريخية تحقق في ملابسات ما حدث وقال أردغان من منطلق هذا الأمل وهذه القناعة ندعو أن يرقد الأرمن الذين فقدوا أرواحهم في الأحداث التي وقعت أوائل القرن العشرين في سلام ونقدم تعازينا إلى أحفادهم وأضاف أن يشهد المرء أحداثاً كانت لها عواقب غير إنسانية مثل الترحيل خلال الحرب العالمية الأولى يجب أن لا يحول دون وجود تراحم ومواقف إنسانية متبادلة بين الأتراك والأرمن ورغم النغمة التصالحية في بيانه حرص أردغان على أن يؤكد مرة أخرى الموقف التركي وهو أنه يجب تذكر الملايين الذين ماتوا خلال أعمال العنف في هذه الفترة دون تفريقة في الدين أو في العرق وتركيا دولة مسلمة في حين أن أرمينيا مسيحية وقال أردغان استخدام أحداث عام 1915 كذريعة لمعاداة تركيا وتحويل هذه المسألة إلى صراع سياسي أمر غير مقبول وترفض أرمينيا حتى الآن عرض تشكيل لجنة تاريخية مشتركة لأنها تعتبر أن الإبادة الجماعية المزعومة حقيقة تاريخية ثابتة وتعتقد أن تركيا ستحاول استغنال هذه اللجنة في الترويج لرؤيتها لسير الأحداث وتقول أرمينيا إن السلطات العثمانية قتلت بشكل ممنهج عددا كبيرا من الأرمن ورحلت أعدادا كبيرة ضمت نساء وأطفالا ومسنين ومرضى فيما كان يوصف بمسيرات الموت وقال المدير التنفيذي للجنة الوطنية الأرمينية في أمريكا إن عزلة تركيا تزداد بسبب روايتها لما حدث في 1915 وأضاف آرام هامبريان في رد على تعليق أردغان تركيا تعيد تجميع إنكارها للإبادة الجماعية تبقى الحقيقة أن تركيا كما تظهر بوضوح تلك الحلة تصعد اليوم إنكارها للحقيقة وعرقلتها للعدالة بخصوص الإبادة الجماعية للأرمن نواصل مشاهدنا الكرام مع صحيفة الشرق الأوسط التي نشرت مقالا بعنوان مرشح الرئاسة ضد الأسد سوري واتهامات للإخوان بالتخطيط لتقديم مرشح وقيادي ينفي جاء فيه لا تزال أسماء الشخصيات التي ستقدم طلبات ترشيحها لمنافسة رئيس السوري بشار الأسد على منصب رئاسة الجمهورية لا تزال مجهولة بعد يومين على إعلان فتح باب الترشح وفي حين توقع أعضاء في مجلس الشعب السوري أن يصل عدد المنافسين إلى ثلاثة رجحت مصادر معارضة أن يعتمد النظام على شخصيات من العائلة الدمشقية المعروفة لكن مصادر أخرى في المعارضة اتهمت تنظيم الإخوان المسلمين بالتخطيط لترشيح أحد شخصياته ضمن تفاهمات سرية مع النظام تكفل مشاركة الإخوان في السلطة بعد الانتخابات الرئاسية في المقابل نفى القيادي في الإخوان المسلمين وعضو المجلس الوطني المعارض ملهم دروبي أي توجه لدى تنظيمه لترشيح شخص منافس للرئيس السوري واصفان الانتخابات بأنها غير شرعية ولا يمكن أن يكون للإخوان المسلمين مرشح فيها ولفت الدروبي إلى أن هذه الأمور تعد من الخطوط الحمراء بالنسبة للتنظيم لأن أي تعامل مع النظام يعد مساسا بالثوابت الوطنية للمعارضة ورجح القيادي الإخواني أن يعتمد النظام على بعض الشخصيات في معارضة الداخل كمرشحين سوريين للإحاء بأن الانتخابات جرت بشكل ديمقراطي وشرعي وتستبعد شروط الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية جميع مكونات المعارضة السورية لأنها تشترط من المتقدم الإقامة داخل سوريا لمدة عشر سنوات متواصلة وهو ما لا ينطبق على معظم المعارضين إضافة إلى حصول المتقدم على موافقة خمسة وثلاثين عضوا من أعضاء مجلس الشعب على طلب ترشيحه من جهته وصف عضو الائتلاف الوطني المعارض بسام يوسف وصف الانتخابات الرئاسية السورية باللعبة التي سترتبها الأجهزة الأمنية وتوقع في حديثا للشرق الأوسط أن يعتمد النظام على شخصيات نمشقية معروفة ولها امتداد ديني لترشيحها شكليا في مواجهة الأسد كما لفت إلى أن بعض الأسماء المعارضة في الداخل قد تشارك في هذه اللعبة لسيما الشخصيات المحسوبة على تيار قدري جميل نائب رئيس الوزراء المقال ننتقل الآن إلى وكلة أنباء الأناضول التي نشرت تقريرا بعنوان أكثر من عشرة آلاف طفل قضوا في الصراع السوري وهيئة الكوارث التركية تصور فيلما قصيرا عن حياة الأطفال السوريين في تركيا بمناسبة عيد الطفولة التركي تشير الإحصاءات الصادرة عن مراكز توثيق الضحايا في سوريا إلى أن عدد الأطفال السوريين الذين لقوا حتفهم بلغ أكثر من عشرة آلاف طفل خلال السنوات الثلاث التي مضت من عمر الصراع في سوريا ويبلغ عدد الأطفال السوريين في سجون النظام السوري ممن دون ثمانية عشر عاما بلغ أحد عشر ألفا وخمسمائة طفل بحسب مركز إحصاءات الثورة السورية وتكشف أرقام منظمة الطفولة العالمية يونسيف أن ثمانية آلاف طفل عبروا حدود بلادهم إلى الدول المجاورة لوحدهم دون معيلة وتوضح المنظمة أن عدد الأطفال الذين بحاجة لمساعدة داخل سوريا أربعة ملايين وثلاثمائة ألف طفل فيما يبلغ عدد الأطفال السوريين الذين ولدوا في دول اللجوء ما يقارب سبعة وثلاثين ألفا وأن أربعين بالمئة من أطفال سوريا تسربوا من التعليم لأسباب كثيرة منها أمنية أو اللجوء أو سوء الأوضاع المادية أو تعرض مدارسهم للقصف أما المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فتقدر أعداد الأطفال السوريين في دول اللجوء بمليون وثلاثمائة ألف طفل أربعمائة وخمسة وعشرون ألفا منهم دون الخامسة من العمر ولقي مائة وثمانية وعشرون طفلا سوريا حتفهم بالهجمات الكيماوية بحسب أرقام صدرت عن مجموعة أبحاث أوكسفورد والتي شنها النظام السوري على غوطة دمشق في شهر آب من العام الماضي ويصادف الثالث والعشرون من نيسان كل عام عيد الطفولة التركي وعيد السيادة الوطنية تأسيس البرلمان التركي حيث أولت الحكومة والشعب التركي اهتماما كبيرا بالأطفال السوريين من خلال توفير الظروف الملائمة لتعليمهم في مراكز إيواء اللاجئين وتؤكد هيئة الكوارث والطوارئ التركية أن ثمانية وستين ألفا وستمائة وثمانية وثلاثين طفلا سوريا يتلقون تعليمهم في مراكز إيواء السوريين ويتقاسم أطفال سوريا في هذا اليوم كما العام السابق يقاسم أطفال الجمهورية التركية فرحتهم بعيد الطفولة التركي حيث شارك مائتان وعشرون طفلا سوريا في الفعالية المقامة في ولاية غازي عنتاب وسعت هيئة الكوارث التركية لنقل واقع حياة الأطفال السوريين من خلال فيلم قصير مدته ثلاثة دقائق وارباعة وعشرون ثانية صلتت فيه الضوء على حياة الأطفال السوريين اليومية في المخيمات بمناسبة عيد الطفولة التركي نواصل مشاهدنا الكرام مع صحيفة السارة التركية التي نشرت مقالا بعنوان انتخاب الدكتاتوري في سوريا جاء فيه وجهت الأمم المتحدة انتقادات شديدة لهجة إلى أعلى النظام السوري عن تنظيم انتخابات رئاسية في حزيران المقبل واعتبرت أن هذا القرار سينسف الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي في سوريا وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريتش أن إجراء انتخابات في الظروف الحالية وسط نزوح كبير للمواطنين السوريين سيضر بالعمليات السياسية وسيبعد فرص حل سياسي البلاد بأمس الحاجة إليه وتبع المتحدث إن انتخابات من هذا النوع تتعارض مع روح وبنود بيان جنيف حول انتقال ديمقراطي في سوريا ومن جانبه جدد الاتحاد الأوروبي تأكد موقفه المعارض لإجراء انتخابات رئاسية سوريا في الوقت الرهن كما وصفت الحكومة البريطانية نتيجة الانتخابات الرئاسية السورية المقررات في الثالث من حزيران المقبل بأنها لا قيمة ولا مصداقية لها أما على صعيد المعارضة السورية فقد اعتبر رئيس الاتلاف الوطني المعارض أحمد الجربة أن إعلان النظام السوري عن إجراء انتخابات رئاسية ليس سوى مهزلة وعلى المجتمع الدولي أن يرفضها ننتقل الآن إلى موقع كورونا شركاء حيث نشر مقالا لمحمد الكاتب بعنوان أوهام الوصاية على الثورة جاء فيه منذ أن بدأت الثورة وهناك من يريد أن يكون صاحب وصاية عليها ويحاول بحكم ما يعتبره قبرة أو أسبقية يحاول أن يوجه الثوار عبر وسائل الإعلام بطبيعة الحال لأنه حتى الآن لم يتم بناء التنظيم الحقيقي الذي توجهه قيادة أسماء عديدة ظنت نفسها وصية على الثوار وحاولت أن تطرح نظرياتها التي يتحملون بها مسؤولية جزئية عما وصلت إليه الثورة من أزمة وعلى رأسهم برهان غليون وميشيل كيلو وفايا السارة وآخرون ولا أتكلم عن المعارضين الذين يعتبرون أنفسهم مفكرين أو مثقفين والذين ليس لديهم سوى الهجوم على النظام والحديث في إطار المعلومات بل أتكلم عن التنظير السياسي والثوري الذي يعتبر هؤلاء أنه مجالهم وأنهم الأساتذة فيه ومن لا يسمع فمن هو أمام هذه الأسماء لقد أساءت التنظيرات التي طرح هؤلاء في جوانب عديدة للثورة ويمكن لنا أن نعدد الكثير منها من البداية وحتى اليوم إلى درجة نرى أن هذه الشخصيات التي كان لها وزن وقيمة واحترام قبل الثورة في بدايتها باتت اليوم تفقد رصيدها بشكل كبير وهي تدخل في معارك جانبية لا معنى لها ولا تخدم الثورة بل معارك تخدم فقط معنى أنهم الأوصياء على الثورة ومن لم يطع ويستجب فليتحمل كما ذكر أحدهم وزنهم الفكرية والثقافي وكأن الفكرة والثقافة السورية محصورة في بضعة أشخاص لن أتكلم عن أحداث بعينها ولكن أتكلم عن نهج كامل لمن يعتبر نفسه الوصي على الثورة والثور بل أقول هنا إن هذا لا يعني أن من يمارس العمل السياسي والعسكري على الأرض ليست لديه أخطاء ولكن الحل ليس في الصدام مع الثور والذين ساهموا في دعم الثورة والتعالي عليهم بنوع من الوصاية التي لا تخطئ بل الحل يكمن في جمع كل طاقة إيجابية في الثورة ومحاولة استيعاب الطاقات السلبية وتوجيهها وتحويلها إلى طاقات إيجابية ثم إلى متى يعتبر هؤلاء أنفسهم خارج إطار أن يحاسبوا على أخطائهم الفكرية والسياسية وفقطهم من يحق لهم أن يحاسبوا الآخرين وسيذكر التاريخ للأوصياء من المعارضة القديمة على الثورة أن أول مشكلة عميقة وكبيرة صنعها هؤلاء هي أنهم وجهوا الأمور باتجاه أن يصور الصراع وكأنه بين السلطة والمعارضة وليس على أنه ثورة وهذا أمر أثر تأثيرا كبيرا وسلبيا على التعاطي مع الثورة حتى باتت الناس تنسى أن ما يحدث هو ثورة وليس صراع بين السلطة والمعارضة لذلك فكما أن العسكرية يجب أن يحاسب على قراراته الخاطئة حتى ولو كانت نيته سليمة وكذلك يحاسب السياسي على أخطائه بغض النظر عن نواياه لابد من وجود طريقة لكي نقف أمام هؤلاء ونحاسبهم وهم الذين اتخذوا لأنفسهم صفة الوصاية على الثورة وهم الحكماء في الثورة وغيرهم تنقصه الحكمة في النهاية أحب أن أذكر هؤلاء أننا خرجنا في ثورتنا رافضين الوصاية من قبل النظام على المجتمع ولن تقبل الثورة بوصاية أحد فقد وصلنا إلى حالة من الرشد ولا نرغب في أوصياء جدد وتحت أي مسمى حديث الصحافة متواصل معكم مشاهدنا وننتقل الآن إلى موقع دنيا الوطن حيث نشر مقالة لعلاء الدين حسو بعنوان مسامر سوريا المتعددة جاء فيه إن مسمارة جحى وما زال من أشهر الحجج لاحتلال بلد أو استعباد شعب فقامت أمريكا بتدبير العراق بحجة الأسلحة النووية واستباحت أفغانستا لتخلص من القاعدة واستغلها الحكام في بلادهم في سبيل الحرية والتقدم والرفاهية والإنسانية مع ترسيخ هذه الفكرة الانهزامية في عقول الشعوب والحلم باستمرارها من قدر سوريا أن تشهد مسامر عديدة ما إن ينزع مسمار من جدارها حتى يدقى مسمار بديل أقصى وأحتى من الأول بدأ بمسمار التحرر من الاحتلال العثماني فدق مسمار التحضر من قبل الاستعمار الفرنسي ومكث فترة من الزمن يراقبه ويشرف عليه متدخلا بحياة الشعب السوري الذي رفض وقرر نزع المسمار بالاستقلال ودام ذلك الربيع الحقيقي لفترة قصيرة لتأتي بعدها مسامر الانقلابات وكل مسمار من صناعة بلد مختلف وبعد مسامر الانقلابات جاء مسمار ضخم اسمه القومية سوريا البلد الوحيد في العالم تم دق مسمارين قوميين فيه مسمار القومية العربية ومسمار القومية السورية ثم تم إضافة مسمار الصمود والتصدي لهك عن مسمار العلمانية وكذلك مسمار الاشتراكية إلى أن بدأ الربيع العربي وجئ بمسمار الديمقراطية والحائط السوري في حالة اهتراء وتخلخل وتآكل للظروف التي مرت بها البلاد وكان من الطبيعي لتجذر ذلك المسمار محاولة نزع مسامر أخرى آخرها الدولة الإسلامية في العراق والشم ولكن الرياح تمشي بما لا يشتهي الطغا فالشعوب تجد دوما طرق للتخلص من هذا المسمار وبنهاية مغايرة تماما لنهاية الحكاية وكان في الثورات السابقة والحالية والتي ستأتي كلها تشهد أن لا مسمار للأبد وأن له يوما لا محالة مثل ما فعلت ألمانيا وأزرت الجدار عن بكرة أبيه معنة أن لا مسامر بعد اليوم نواصل مشاهدنا الكرام مع جريدة حرية التي نشرت مقالة لنبي الحيفاوي بعنوان مبروك حولوا لمحكمة مكافحة الإرهاب قال فيه يحدث في ظل نظام بشار الأسد فقط أن يكون خبر تحويل إنسان إلى محكمة مكافحة الإرهاب خبرا مفرحا لذوي المعتقل أو المفقود أو المختطف من أجهزة النظام وإذا عرفنا السبب في الفرح الذي يظهره ذو الشخص المعني يبطل العجب ونشارك كلنا بالفرحة التي يبديها أهل وأقرباء وأصدقاء المعتقل أو المفقود عشرة ألاف الأشخاص الذين افتقدهم ذوهم هم بحكم الشهداء طالما أنهم على الغالب مجهول المصير وفي حال تبين أن ابنهم موجود في أحد فروع أجهزة الأمن يتأمل الناس بحدوث المعجزة ببقاء ابنهم على قيد الحياة فالنسبة الأكبر من المعتقلين في الفروع الأمنية ينتظرهم الموت على أيدي الجلادين في المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام وأجهزته يتكفل الطيران والبراميل والصواريخ والغازات السامة بقتل المواطنين لمجرد أنهم سكان مناطق لا يحتلها ولا يسيطر عليها وعندما ينجح النظام في اجتياح بلدة أو قرية يكون القتل والمجازر هو ما يتعرض له المواطنون زد على ذلك سرقة ممتلكاتهم ومساومتهم للبقاء على قيد الحياة مقابل مبالغ طائلة من المال وكثيرا ما روى الناجون من حمامات الدم عن حوادث غدر قمت بها أدوات النظام حيث قتلت الناس بعد أن سلبتهم أموالهم بالابتزاز والوعد بعدم إلحاق الأذى بهم أو بأحد أفراد العائلة أما في مناطق سيطرة أدوات النظام فالأشكال مختلفة لكن نتيجة واحدة حيث قتل المئات يوميا في فروع أجهزة الأمن أو حتى على الحواجز ليس هناك مواطن بريء الكل متهم والكل يمكن أن تنصق به تهمة الإرهاب المساعدة الإنسانية للنازحين إلى مناطق سيطرة أدوات النظام تعتبر مساعدة للإرهابيين علاج جريح أصيب بمنطقة شهدت معارك يعتبر عملا إرهابيا ويمكن قتل المسعف أو من يقدم الدواء للمحتاج من المنكوبين رغيف الخبز يعد مساسا بأمن النظام إن قدمه مواطن لأحد أبناء جلدته من المهجرين والنازحين القتل أضي المصير المجهول أمران ينتشران في مناطق سوريا لا فرق بين معارض وموال لا أحد يستطيع السؤال لدى أجهزة الأمن عن مفقود أو معتقل على أحد الحواجز وكثيرا معتقلت فروع الأمن أخا يبحث عن أخيه أو أما عن ابنها وصاروا مجهولي الهوية وربما يقتلون بيدام بارد في المقرات الأمنية لذلك فإن خبر تحويل مواطن إلى محكمة الإرهاب بات أفضل من خبر الموت العاجل أو المصير المجهول وبالفعل يصبح خبرا مفرحا للأهل فعلى الأقل يطمئنون على حياة من يخصهم ويراودهم أمل ولو ضعيف بإصدار حكم أقل من الإعدام في ظل سلطة تستهين بدماء الناس وتزهق أرواحهم دون وازع أو رقيب والمضحك في الأمر أن المحكمة الخاصة بمكافحة الإرهاب جاءت ضمن ما أطلق عليه النظام اسم الإصلاحات القانونية ورفع العمل بقوانين الأحكام العرفية وحتى الآن لم يصدر حكم براءة كاملة عن متهم بالإرهاب أو مساعدة الإرهاب أو التعاون مع الإرهابيين فالإعلاميون الذين ينقلون الحقيقة إرهابيون ومتعاونون مع الإرهاب ونشطاء حقوق الإنسان كذلك ونشطاء منظمات المجتمع المدني أيضاً فلا عجب وهذا الحال أن يكون الفرح نزيل نفوس المواطنين الذين وجدوا لأبناءهم أحياء ولو تم تحويلهم إلى محكمة مكافحة الإرهاب ننتخل الآن إلى جريدة عينب بلدي التي نشرت مقر الإسماعيل حيدر بعنوان استفتاء على الربيع العربي قال فيه ليس غريباً على الإطلاق أن تكون نتائج الانتخابات الرئاسية في الجزائر مزورة بدرجة كبيرة فالحال هناك من حال دول العالم العربي والدولة بمؤسساتها كلها كلها فرغت نفسها لدعم مرشح بعينه ولكن هذا لا ينفي من ناحية أخرى أن هناك تياراً شعبياً واسعاً على الساحة العربية بات أكثر اقتناعاً بالمعادلة التي لطالما قدمتها الأنظمة العربية مخايضة حريته بأمنه بعد أن رأت الشعوب أن الربيع العربي أضاع أمنها ولم يأتي بحريتها النخب السياسية في دول الربيع العربي سواء التي نجحت في إسقاص رؤسائها أو التي لم تنجح بعد تتحمل مسؤولية كبيرة عن تشويه قيم الربيع العربي عند بقية الشعوب العربية فهذه النخب التي أضاعت نفسها والثورات في دهالز الخلافات السياسية والأيديولوجية السطحية الضيقة في الوقت الذي كانت فيه قوى الثورة المضادة تعيد ترتيب أوراقها محضرة لاستعادة مناصبها التي كانت الثورة قد أفقدتها إياها لفترة من الزمن أنانية النخب وتفكيرها بالثورات كمطية سياسية ساهمت في تدمير الثورات في بلدانها أولا ومن ثم في تخويف بقية الشعوب العربية من الإقدام على الثورة مرة أخرى ربيع الشعوب قادم لا محالة وستشرق على المحرومين شمس الحرية كما أشرقت على غيرهم من قبل ولكن قراءة التاريخ ومقدارا أعلى من النبل والطهرانية كانت ستوفر علينا الكثير من الوقت والدم والإحباط بهذا مشاهدنا الكرام تنتهي جولتنا في حديث الصحافة لهذا اليوم ألقاكم مجددا بعد غد إن شاء الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة